لن تتوانى مصر عن الاستمار في بزلك كافة الجهود الممكنة للتعاطي مع سبب الجواري الأزمة والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي العادل الفلسطينية سعيا نحو السلام الشامل والعادل الذي نطلع إليه جميعا هذا السلام الذي يتحقق فقط بحصول الفلسطينيين على حقهم في دولة مستقلة قابلة للعيش والنماء على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها الكدس الشرقية إن قلوبنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته وأستذكر هنا كلمات السيد الرئيس عفتاح السيسي خلال خطاب سيادته في مؤتمر القدس الذي انعقد في هذه القاعة يوم 12 فبراير الجاري حيث اختتم سيادته كلماته بالرسالة التالية للشعب الفلسطيني الذي اقتبسها كما يلي نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم وزادت أزمات المنطقة إلا أن قضياتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك وجزءا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية وإلى أن يتحقق طمحكم المشروع في إقامة دولتكم وعاصمتها الكدس الشرقية فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس ووجميع أرجاء فلسطين